المشركون مستمرة ولولا الربوبية كل شيء نار المشكلة الثانية اللي كانوا المشركين مبتلين بيها مشكلة أنه هل هناك حساب بعد هذه الدنيا أم لا هاي المشكلة وهذه ركيزة مهمة جدا في العقيدة الإسلامية كثرة كائز التوحيد النبوة والإمامة استمرارها وثالثا المعاد لولا المعاد كل شيء ينهار بعد يعني إذا ماكو حساب ماكو عتاب ماكو قيامة ماكو ثواب ماكو عقاب ماكو جنة ماكو نار بأي مناسبة الحاجز الواعز الذي يضبطنا شنو هو أننا نعتقد أن هناك يوما ينتظرنا اسمه يوم الحساب هسا سمي أي اسم يوم القيامة يوم الحساب يوم القارعة يوم الطامة يوم الحاقة أسامي متعددة في القرآن أكو شيء اسمه يوم القيامة إذا هذا وخرت من فكرك أنت تصور تصور الباطل مو باطل تصور تصور أن إذا واحد حقيقة يعتقد في قلب يعتقد أن هناك يوم يأتي يحاسبوه وشنون يحاسبوه يحاسبوه في الدنيا يمكن يشرد منه يقول العيون ما شافت الكاميرات ما سجلت أما هناك الأيدي تشهد الجلود تشهد الملائكة تشهد الأنبياء يشهدون وعلينا نحن أمة الرسول محمد يشهد الله محمد وعلى الله طيب إذا أعتقد بهذا ينضبط بعد يقول لا أكو حساب أكو كتاب أكو محاسبة فينضبط وإذا ما سوه الشكل أي انضباط ماكو بعد فلتان يصير أنا إذا ما عندي اعتقاد بالقيامة إذا ما عندي لا سمح الله كل شيء ممكن أسوي لأن ماكو حساب إحنا في الدنيا هكذا فكيف الآخرة بالدقة العقلية الموجودة في الآخرة في الدنيا إذا ماكو شرطي على المرور نسوي مخالفة أما إذا كانت كاميرات وشرطة ونظام من سوي مخالفة مشكل طبيعة الإنسان يشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر